حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزمين قال سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي قال ذاكرني مروان مس الذكر فقلت ليس فيه وضوء فقال إن بسرة بن تصفوان تحدث فيه فأرسل إليها رسولا فذكر الرسول أنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ حدثنا سفيان وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزمين أنه سمعه من عروة بن الزبير وهو مع أبيه يحدث أن مروان أخبره عن بسرة بن تصفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ قال فأرسل إليها رسولا وأنا حاضر فقالت نعم فجاء من عندها بذاك حتى نيحي بن سعيد عن هشامين قال حدثني أبي أن بسرة بن تصفوان أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزمين الأنصاري أنه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك عليه فقلت لا وضوء أعلى من مسه فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر قال عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت من ذلك فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان اشتركوا في القناة